موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحب الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن أكبر إنجاز حققته دبلوماسية التبون للجزائر والجزائريين لا نسمع في هذه الفطرة إلا التغني بإنجازات الدبلوماسية الجزائرية وأن الدبلوماسية الجزائرية عادت بقوة وأن الدولة الجزائرية أصبحت من صناع القرار في العالم وأن الجزائر صارت حاضرة في كل شيء وما إلى ذلك من تلك الأسطوان المشروخة التي يرددها العسكر ويرددها غير العسكر وطبعاً بإعاز من ثقنات عسكرية لكن هذا حديث مواقع حديث إعلام حديث للاستهلاك الإعلامي حديث هو عبارة عن اجترار لبضاعة عصابات النظام منذ عقود هذا هو الواقع لأنه في واقع الحقيقة الأمر غير ذلك ترى ما هي الإنجازات العملية التي قدمتها هذه الدبلوماسية للجزائر والجزائريين نعطو مثال يعني أمثلة آخر خرجة خرج لنا بها النظام الجزائري خبر كبير وما هو هذا الخبر وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة رفقة وزير الدولة لجمهورية أغندا المكلف بالتعاون الإقليمي جون موليمبا وكان ذلك في 6 أكتوبر طبعاً على اتفاقيتين ثنائيتين لتعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن الأمر يتعلق باتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشير لحامل جوازات الصفر الدبلوماسية ولخدمة وكذا مذكر التفاهم حول التشاور السياسي بين الجزائر وأغندا وعقب التوقيع رحب الطرفان بهذه الخطوة الإضافية التي تدرج في إطار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتعزيز التزامهم المشترك لصالح قضايا القرى الإفريقية والدول النامية بصفة عامة شوفها الإنجاز الكبير لانجح فيه العمامرة اللي يقولوا راهو ثعل بالدبلوماسية في القرى الإفريقية واشتار راح الأغندا بجاب مع أغندا إعفاء من لحاملي الجوازات الدبلوماسية معناها المسؤولين وولادهم في حين عموم الجزائري ما يقدرش يروح الأغندا أغندا ترى هل هذه دولة نامية هل هي دولة قوية اقتصادياً هل هي دولة مؤثرة في القرار الإفريقي هي دولة تعترف بجمهورية البوليزاريو منذ السبعين هذه النقطة اللولة وطبعاً هم اللي يعترف لهم بجمهورية البوليزاريو راهو مدلد يدي المال ويدي الخمير والخميرة هذا هو الواقع المهم هذه الدولة خلينا نشوف بعض المعلومات عنها هذه الدولة أغندا عندها ثلاثة ورابعين بالمئة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر زيد ما هو الأمر هذا الأمر الآخر أيضاً أغندا الديون انتحى ارتفعت إلى ربعة وخمسين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا في في صيف الفين وثنين وعشرين حيث مثلاً نشرت أحد وكلات الأنباء العالمية صرح أموس لوجولوبي وزير الدولة للتخطيط الأغندي بأن نسبة الديون في البلاد تجاوزت عتبة خمسين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب زيادة الاقتراض للتخفيش من أثار كوفيد-19 على الاقتصاد حسب ما ذكرت صحيفي ديلي مونيتور التي تصدر في كامبالا وبلغت دين العام شيراً من السوق المحلي هذه البلد وضحها الاقتصادي سيء للغاية ديون بطالة أكثر من أربعين بالمئة من شعبها تحت خط الفقر نعم وشوف الإنجاز الكبير اللي داره وتعترف بالبوليزاريو ولا أستبعد في الفطرة القادمة نسمع خبر أن الجزائر أعطت قروض إلى هذا البلد تعطيه قروض وربما تعطيه تعفيه من أشياء ربما أشياء هذه كلها إذا يعني ما يكونش هناك ابتزاز تحت الطاولة على أساس أنه أغندا ممكن تغير موقفها من البوليزاريو هذه الدولة منذ اعترفت بجمهورية البوليزاريو في 6 سبتمبر 1979 لم تسحب هذا الاتفاق يعني تقريبا راه دول إفريقية كثير منها اعترفت وتراجعت وعاودت وكذا 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 وتمتز في الجزائر الجزائر تسكت عليهم وتعطيه لهم حتى شيء يخدره انقلاب ولا يتغير حكومة يسحب الاعتراف الجزائر تلهث عندهم وتعطيه لهم الشكارة هم يعودوا ويعترفوا الآن يبدو أن الجزائر تريد مسابقة الزمن مع أغندا خشية أنه ربما تغير مواقفها هذا قراءة من القراءات التي عرفناها على هذا النظام الجزائري أمر آخر أنه هذا الإعفاء ما قالوش إعفاء للجزائريين يروحوا ثمكا شما يلقوا تجاركا شعوموا من الجزائريين يهموا في أفريقيا لا إعفاء لي حاملية جوازات الدبلوماسية يعني كأنه حاملية الجوازات الدبلوماسية من الدبلوماسيين والمسؤولين الجزائريين ولا من عائلاتهم محتاجين يروحوا الأغن يعني رأوا هذا فقط عبارة عن إنجاز شكلي باش يصوقوا للجزائريين عبر وسائل الإعلام خلاص أن الجزائر راهي وقعت اتفاق هذا يخص أنه إعفاء من تأشيرة ولكن لما تدقق في الموضوع تلقاه مش إعفاء لعموم الجزائريين بل لحاملية الجوازات الدبلوماسية يعني حتى أغنطره يترفعت أنها تعفي عموم الجزائريين من التأشير الجزائري اللي كان قبل يسافر إلى أوروبا كلها وبريطانيا والقرات الكل بجواز الأخضر فقط يجب الجواز الأخضر يسافر قابلها كان يجي لفرنسا غير بطاقة التعريف يعني حتى المطلع التسعينات فرضت فرنسا التأشير يعني كان يسافر إلا بمجرد ما يحمل الجواز الأخضر عنده قيمة الآن أغندا أعفاء من التأشيرة حاملية الجوازات الدبلوماسية يعني لو نرجع من قبل ليحمل جواز دبلوماسي جزائري راهوا ليه مقام كبير لما كانت الجزائر لديها قيمة وطبعا هذه القيمة رهي جات بأمرين إثنين الثروة والثورة تلك القيمة التاريخية التي كسبتها الثورة الجزائرية لما تم استقلال الجزائر وثورة سبع سنوات وما إلى ذلك أعطت قيمة للجزائر والجزائرين والثروة الأموال الطائلة والنفط والغاز والأشياء هذه أيضا أعطتها قيمة ولكن للأسف ابتل الله الجزائر بنظام بائس ضيع الثروة بالنهب والسلب والسرقة والفساد وتهريب المال العام وما إلى ذلك والسياسة غير الراشدة في الإنفاق وفي إدارة الاقتصاد حتى وصلنا لدرجة ما عادش عندنا اقتصاد في البلاد وهو الذي اعترف به تنبول هنا يقول ما عنديش الجزائر ما عندهاش اقتصاد وهناك يقول أشياء أخرى أن الجزائر اقتصادها في تعافي كيفاش في عامين وشوية جاي البلاد تقول ما عندهاش اقتصاد ولت عندها اقتصاد وزيرها الأول يعطي في وعود منها أن الجزائر ممكن أن تصبح من مجموعة العشرين بعدها يبكي في البرلمان أنه ما قادروش يوفروا السلع الأساسية للمواطنين الجزائريين يعني بالله يعليك ممكن الآن أنها الجزائر تحترم ولا تكون عندها قيمة ما يمكن أنها تكون عندها قيمة أبداً وهذا هو الواقع يعني شوف الإنجازات الكبيرة اللي حقتها الدبلوماسية الجزائرية اللي عادت بقوة وهذا والله يا جماعة راه كذب في كذب يعني لما يصل الأمر بدولة مثل أغندا دولة عندها ثلاثة وربعين بالمئة أو ربما رأوا ارتفع الرقم كلها شعبها تحت خط الفقر عندها ديون هائلة النهار اللي تتفق مع الجزائر تعطيلهم تعفي اللي حاملين جوازات الصفر الدبلوماسية من التأشيرة يعني المسؤول الجزائري اللي حامل جواز صفر دبلوماسي باش يشتافر إلى أغندا كان يوخل تأشيرة ما نتكلمش على عموم المواطنين يعني حتى لو كان يعفوا حتى المواطنين في رأيكم الجزائرين يروحوا إلى أغندا الجزائرين يفكروا في الثفة الأخرى الحراقة راهوا يوميا كين حراقة يا جماعة راهي القضية تتعلق بالألاف يهربوا من البلاد الجزائر اللي عايش في البلد راهوا عايش كجسد فقط ولكن عقله خارج الحدود ثقافي وفكري وحتى مستقبلين حتى أحلام كلها ما وراء البحار بسبب هذا اليأس لما يطلعوا لك ناس كانوا يوما ما يطبلوا ويزمروا لهذا النظام فجأة يخبروا الجزائريين أنهم خلاص رهم يأسوا وغادروا البلاد تمكن من المغادر البلاد هذا يهرب بالتركية هذا يهرب حسب المتاح وهناك اللي يروح تركية وبعد ذلك يحرق لليونان ويبقى لليونان ثم حتى يتمكن من الذهاب إلى أوروبا فضلا عن قوارب الموت التي صارت لا تحسى ولا تعد يعني البلد جعبها يهرب حراق لأوروبا نهار لرعمامرة يحقق إنجاز تاريخي غير مسبوق يروح الأغندا تعفي أصحاب الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة وهذا رأيه مؤشر على أن هذه الدولة رأي في الحضير يعني في مراحل معينة كان حامل جواز سفر دبلوماسي معفي من التأشيرة إلى دول كبرى هذا فضلا عن المواطنين كما ذكرت الآن باش يروح الأغندا مع احترامي للدول طبعا يروح الأغندا يحقق إنجاز يوقع دينوه يصوروا بيان من وزارة الخارجية شوف الإنجاز الكبير هذا اللي حقق هنا العمامرة في جوالاته المككية أنا كنت متوقع أنه مثلا دولة أوروبية تعفي الجزائريين من التأشيرة دولة في ملقاءة كبرى أكت شوف الدول الأوروبية كيفاش بدات منها بريطانيا وغيرها تعفي الإماراتيين تعفي السعوديين بعض الدول من التأشيرة المواطنين تعاعهم حتى الدول اللي يفرضين عليهم التأشيرة يحب يدي تأشيرة يديها في ظرف قياسي ما كانش اللي يرفضوا له التأشيرة يعني هذا هو الواقع لحامل جواز إماراتي راهي من مكراسي في الدول الكبرى من حيث قيمة الجواز جواز الجزائري ليس لديه قيمة شفتهم جزائريين في المطارات سفرت كثير من دول العالم يعني يغلفوا باش ما يشوفوهش الناس وهذا قالوا هالي الكثير التقيت به في المطارات وفي حين تلقاه فلسطيني حامل جواز الإسرائيلي تلقاه رافد وكيبهك يبين فيه يظل في مطارات العالمية باش تولي عنده قيمة وراني ذكرت من قبل أنني كنت في الاحتجاز في تركيا جاي واحد كي سقسوه الناس أنا فلسطين هو بدأت الإجراءات الإدارية هو قالهم أنا إسرائيلي يطلع الجواز وصار محل احترام كبير وهذه شفتها بعيني مش رواية حكوها لي يعني يعني ما هو يعني هذا العبث بالدولة وين هي الدبلوماسية الجزائرية هيا نتحداكم تقدروا جيبوا على الأقل تسهيل التأشيرات رغم الآن رضخوا وانبطحوا على عتبة الإليزي فقط بشيرت جعلهم تأشيرات لولادهم نعم ولادهم اللي يعيشوا في أوروبا لما ضيقت عليهم فرنسا وضيقت على حامل الجوازات الدبلوماسية من غير مهام رسمية لأن المسؤولين كل ولادهم حامل الجوازات دبلوماسية ويتباهوا بها في المطارات لما ضيقت عليهم فرنسا وضيقت عليهم بعض الدول الأوروبية راحوا إلى إيطاليا مدوا الغاز بأقل من سعر التكلفة المهم إيطاليا فتحت لهم التأشيرات صاروا يروحوا إلى إيطاليا وبعد ذلك يعودوا يروحوا إلى الفرنسا وكذا إلى أوروبا يعني مستعدين يبيعوا لبلاد فقط على تأشيرات أولادهم والآن ركم تشوفوا رغم كل ما فعله ماكرو أهان التاريخ نفى وجود أمة جزائرية بهد للنظام يعني بهد للجزائريين والدولة الجزائريا ماضيا وحاضرا وحتى مستقبلا ولم يعني غضب 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 هذا اللي تحدثنا عليه مرارا وتكرارا ثم عادوا صاغرين أذي الله إلى بيت الطاعة تحت أقدام الفرنسيين هذا هو الواقع هذا هو الفرق ما بين دولة قوية دولة نووية دولة تملك حق الفيتو في مجلس الأمن وشبه دولة كانت دولة لديها قيمة حولها بلا قيمة ولا مقام ولا قيم ولا أي شيء نعم هذا هو الوقت يعني الجزائر يعني صبحة دولة قوية وزير خارجيتها فرحان يوقع اتفاق يعفي أصحاب الجوازات الديبلوماسية على بشي يسافروا الأغن ما شاء الله يعني كيروح الأغندا ولد أغندا حلم الجزائريين وهي عندها راه أكثر من ربعين بالمئة شعب تحت خط الفقر والجزائر راه ينسبط لأقل من خط الفقر أكثر بكثير يعني الفقير راه يستجير بمن هو أفقر منه هذا هو الواقع للأسف الشديد هنا على الجزائريين أن ينتبهوا حتى لا يضحك على ذوقونهم أن قيمة الدبلوماسية ما تظهر في جوالات وزير خارجية ولا في الصور لديرهم في مجلس الأمن ولا للأمم المتعدة ولا الجامعة العربية ولا في عواصم الدول العربية هذا الشيء تقليدي فقط كلاسيكي لا قيمة له قيمة الدبلوماسية تظهر أولا في قيمة جواز سفر البلد عندما يكون بلدك لديه قيمة شوفوا عدد الدول لتزورها بلا تأشيرة أو لتأخذ تأشيرة في المطار أو تأشيرة إلكترونية هنا تشوف تقدر تعرف قيمة بلادك ورقم تشاهدوا على الشاشة قيمة جواز الجزائر يعني شوفوا اللون الأحمر هذا كل هي العواد الدول اللي يمشي لها بتأشيرة هاكم تشوفوا في خريطة العالم هذا خلاص يكفي أمر آخر قيمة العملة عندما تكون عملية العملة قيمتها بالدولار واليورو خاصة بالدولار شوفوا قيمة العملة الجزائرية بالدولار شوفوا نسبة التضخم في البلاد قيمة الدراهة متاعدة زير ما عندهمش قيمة الدراهة متاعدة زير ما يتصرفوش منذ فترة شفت واحد راح للمكسيك لأنه حامل جواز جزائري ما قدرش يصرف مش بالدراهة بالجزائر عنده عملة تاعة دولار ولا يورو عنده عملة صعبة حاب يحولها إلى عملة البلد اللي ينازل فيها لأنه حامل جواز جزائري ما حابوش يصرفونه شوفوا يا شب جزائري شوفوا بالجواز صفر جزائري هوليك دولة الإقليمية أصراتنا في لايرو بورس ما نريف هادت وزاد أصراتنا قدام البيروتش هذا يا زعمامون ما حبش بدل أورو ما حبش بدل الدولار عنده واحد دليستة الجزائر من الدول محضورة ما عندهش الحق بدل في البونكات وما عندهم علاقة مع البونكات جميع الدول مرغل جزائر ودول قليلة منهم كمال يعني هذين يفهم الحرب وكامل يسخصيطوا عليهم ما حبش يقول يا قليات ده ما فلش يقول لك يتوب سياف الورقة هذي فزاد سيافوا بيادوا في ستة حف قالي ممنوع هلهم موش من بلاد هذي الإيراق رانيا في الميكسيك الحباب بالجواز صفر جزائري هذي ودراهم انترناصيون دراهم انترناصيون لا تقدرش تبدلهم في بيروتشانش كان يبدل لكم صح ما يجبو لكم ما كاش ولكن يبدلوا لكم لما يدومون لكم خلالات ولكن أغلبية لليبونك هنا ولا ما يحترطوش سمي لما يدومون داوكش الباسبور يقدر تبدل نورمال تعطي لهم الباسبور بليتجيري ما يبدلولك كي يجيبوا الباسبور أخذر هذي حتى ناكش أخذر كيف أقبل التباد هذه الغمولات ولا أباشوا يجدرنا في الدنيا هذي أباشوا يحضروني أخي مصرقنا من هدنا مدينة أولو إحنا أرعنا مسافرين ولد داروال أخير محنا خلصوا قبلي يجيب الحق في الدنيا هذي هذه هي قيمة الجزائر والأمر الثالث دورها في الأزمات عندما تستشار وعندما تلقاها قبلة للأزمات وتحاول ما تروح ليش تجمع لي اسماعيل هنية مع محمود عباس باش يديروا معاك صورة الكارية بشيكات تحت الطاولة وتعتبر له إنجاز أيضا أن الدولة ما عندهاش أزمات حتى تكون عندها أزمات تحتويها بلا ما تظهرها أمر آخر لا يمكن أن تكون للدولة قيمة دبلوماسية ونظامها ما عندهش قيمة بين شعبه في رأيكم تبون ممكن يرحب به في واصم العالم في الأزمات الكبرى وهو لا يستطيع أن يزور ولاية من الولايات الجزائرية لا يكذب عليكم أيها الجزائريون بالأجندة هذه اللي يروجوا فيها أن الدبلوماسية الجزائرية قوية صدقوني أغندا واحتقرت الجزائر حتى اللي سمحت الجزائر يدخل بلا تأشيرة جوازات دبلوماسية وهذا مؤشر فقط واضح وبين يكشف ويفضح قيمة هذه الدبلوماسية التي يتغنون بها بل مختصر المفيد أيها الكرام أن ما حدث هذا حيث أراد النظام أن يسوق له على أساس أنه إنجاز دبلوماسي بطرق ضمنية وبطرق مختلفة إلا أن الواقع الحقيقي أنها نكسة تضاف إلى النكسات المختلفة التي وصل إليها حال الجزائر حتى صارت أغندا تحتفي بها الجزائر لأنها تسمح لحاملي جوازات دبلوماسية بالذهاب إليها من دون تأشيرة والقادم أسوأ بكثير إن بقي النظام يسير بمنطق الكذب بمنطق البهتان حتى صارت ليست لديه قيمة لا في الغرب ولا حتى بين العرب نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد ترجمة نانسي قنقر